موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نص تضيف اليوم في الستوديو رئيس اللقاء التضامني الوطني وعضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ مصطفى ملس أهلا وسهلا بك الشيخ مصطفى ملس البداية سنتحدث عن موضوع الفيديو الذي انتشر بالأمس ومازالت ردود الفعل متوالية ومستمرة عليه وهي مستنكرة بطبيعة الحال بداية هذا الفيديو مضمون الفيديو كيف يمكن أن نقرأه من خلال الدين وما هو رأي الدين فيما شاهدناه أولا فيما يتعلق بالفيديو كمادة كمادة يعني يعني لا يستطيع المرء أن يصدق بسهولة أن هؤلاء الناس الذين يظهرون في هذا الفيديو هم الناس الذين يذكرون صفاتهم كأم البنات ووالدهم فيعني تبدو من خلال هذه الصور وكأن المسألة مركبة وفي يعني في أفضل الأحوال إذا أردنا أن نصنف أولاء الناس نستطيع أن نقول عن هذه المرأة أنها خالتهم زوجة أبيهم وليس بأم لأنه لم تظهر منها مشاعر الأمومة هذا من ناحية الشكل أما من ناحية المضمون فالكلام الذي سمعته وأنا لا أدري إذا ما كنت قد سمعت كل لأنه قيل أن هناك أكثر من لا في جزء الثاني لهذا الفيديو كانت تظهر الأم أو من قيل بأنها الأم توضع الطفلتين بتمتمة يعني غير هيك مفهومة تماما بشكل جيد يعني ثم ظهر وهو يقول لماذا أرسل ليس هناك شيء إضافي يعني أكثر إجراما من من إرسال الطفلتين فمن ناحية المضمون والحديث عن الاستشاد أو التضحية أو أنه قد باعهم للأم كما قال هذا كلام يحتاج إلى المناقشة كثيرة أولا الإسلام كدين كما نعرفه نحن في القرآن الكريم هو دين حياة وليس دين موت والله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه الكريم أنه أنشأنا من هذه الأرض واستعمرنا فيها أي أنه طلب منا أن نعمل على عمارة هذه الأرض وإكسائها بأشكال الحياة التي نستطيع أن نقدمها فإرسال بغض النظر عن أنهم أطفال أو إلى آخر إرسال أي إنسان إلى الموت أو العمل على قتل أي إنسان بأي صورة من الصور بأي طريقة من الطرق هو في الأصل مرفوض ومدان في الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فإذا كان القرآن الكريم يحذر كل هذا التحذير من القتل من قتل النفس فلا يعقل أن تكون هذه الصورة التي ظهر عليها هذا الإنسان من إرسال ابنتيه إلى الموت بهذه الطريقة لا يمكن أن تكون متوافقة مع الدين بأي شكل من الأشكال طيب ولكن في المقابل يعني هو قال بأنه في سبيل مقاتلة الكفار في سبيل مقاتلة الروافط في سبيل مقاتلة الكفر على الأرض وبالتالي هو لا يعتبر أنه يقتل مؤمنين وبالتالي أيضا إلى جانب هذا هو متسلح بأقوال متسلح بفتاوى متسلح ربما أحيانا بآيات قرآنية تفرض عليه الجهاد بين مزدوجين نعم هو متسلح بفهم خاطئ لآيات قرآنية ولأحكام ولمواضيع ربما ورد ذكرها في القرآن الكريم يعني أساسا جهاد القتال مع الكفار كما يزعم هل هو على إطلاقه يعني هل الإنسان يباح له أن يقاتل الكافر أو أن يقتل الكافر لمجرد كونه كافر أم أن هناك قواعد وأسس وهذه القواعد والأسس هي قواعد في الحقيقة إنسانية وليست قرآنية يعني القرآن الكريم توافق في مسألة الدفاع عن النفس مع القواعد الإنسانية الحقوق الطبيعية للإنسان في أن يحمي نفسه الله سبحانه وتعالى نهانا في القرآن الكريم عن الاعتداء على أي أحد وأخبرنا أنه لا يحب المعتدين فالقتال قتال الكفر ليس على إطلاقه أبدا بل إن هو مشروط ومقيد بقيود يجب الالتزام بها وهي في حالة العدوان فقط نعم من يفرض هذه القيود ومن يحددها ومن يفرض تطبيقها واتباعها أيضا أنا قلت أن هذه في الأساس هي قواعد إنسانية عامة يعني حق الدفاع عن النفس حق مشروع أقرته الشرائع الدولية ولكن الموائمة بين الدفاع عن النفس وحقوق الإنسانية والموضوع الدين والإسلام وهذا معروف من قديم الزمان والإسلام جاء في هذا المجال متوافقا مع المبادئ الإنسانية يعني لم يخالف لم يبتدع لم يبح القتل وإنما أباح للإنسان فقط أنه إذا تعرض للعدوان عليه أن يرد هذا العدوان أما أن يبدأ بالعدوان فهذا أمر مرفوض نعم في المقايا هل هناك هل هناك اعتراض أو هل هناك فرق بين أو أن الطفلتين يعني صغيرتين فتتين صغيرتين قاصرتين هل يشكل فرقا فيما لو كان هذين الطفلين أو طفلتين كبيرتين هل هناك فرق في الدين أولا يعني للطفولة مكانة خاصة في نفوس الناس وفي الدين وطبعا أردت أن أقول أن هناك مكانة خاصة في نفوس الناس وكذلك الإسلام يعني اهتم بالطفولة وحس على العناية بها وحمايتها ونجد ذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أحدهم يعرض يعرض نفسه ليكون من المقاتلين كان ينظر إلى سنه فإذا وجده أنه صغير السن كان يعيده إلى بيته يعيده إلى أهله وفي روايات كثيرة وردت أن بعض الصحابة كانوا صغار السن وعرضوا أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاركوا في المعركة فردهم مرة تل ومرة حتى أصبحوا في سن يسمح لهم بالقتال فلا يجوز الذي نستفيده من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجوز إشراق الأطفال في المعارك ولو كانوا راغبين في ذلك أما في الصورة التي شاهدناها في هذا الفيديو فهناك فتاتان صغيرتان يبدو أنهما غير مميزتان ومدركتان لما هن مقدمات عليه وخائفتان طبعا ويظهر الخوف ويظهر يعني كانوا مقيمتين في إرباك في إرباك نعم ف يعني هذا أمر مستنكر مستنكر ومدان ولا يمكن لإنسان سواء كان مؤمن أو غير مؤمن منطلاقا من كونه إنسان أن يقبل بأن يعرض حياة أطفال يعني هؤلاء الأطفال صحيح أن والدهم أنجبهم إلى هذه الحياة ولكن من قال أن الأب يملك بعد ليس بعد ولادة الولاد بل حتى في أثناء فترة الحمل لا يملك أن يزهق روح الطفل وهو جنين في بطن أمه فكيف وقد خرج إلى الحياة وصار في هذه الحياة خطوات قليلة أن يعرضه للقتل هذا أمر محرم وغير مقبول مطلقا لا من ناحية شرعية ولا من ناحية إنسانية سنتابع النقاش بعد أن نستمع إلى ما جاء في بعض الصحف ضمن أقرأ الحدث إلى أقرأ الحدث والتفاصيل الجمهورية اللبنانية جوني منير الإرهاب يغير العالم بعد الضربات المتلاحقة والنوعية التي استهدفت الساحة المصرية تنقلت العمليات الإرهابية بين الأردن وتركيا والعراق وألمانيا إضافة إلى عملية طالت المركز الإسلامي في زيوريخ في سويسرا الواضح أن أمر عمليات داعش صدر لخلاياه بالتحرك أملا في تحقيق الضغط ورفع معنويات كواديره بعد رصد حالات فرار الأمن الأوروبي الذي باشر بإعادة تنظيم نفسه في العامين الأخيرين أنجز فرقا متخصصة للإمساك بالحدود البرية والبحرية بين اليونان وتركيا لكن ذلك لم يمنع عودة كوادير إرهابية خطيرة كانت تقاتل في سوريا والعراق خلال الشهرين الماضيين وبحسب مصادر أوروبية فأن هذه الكوادير توجهت خصوصا إلى بلجيكا وألمانيا وفرنسا التي رصدت أجهزتها الأمنية وصول 62 إرهابيا خلال الأسبوع الماضية والخطورة أن الكوادير الذين نجحوا بالوصول إلى أوروبا هم على درجة عالية من الاحتراف الإرهابي الحياة البرلمان المصري يناقش تجريم الإفتاء بلا ترخيص بدأ البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون يعاقب بالسجن والغرامة على إصدار فتاوى دينية من دون تصريح خول هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء منحه للدعاة في إطار خطة تجديد الخطاب الديني التي طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكن القانون أعطى الأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس الحق في أداء مهمات الوعاظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة ولفتت أستاذة فلسفة العقيدة في جامعة الأزهر النائب آمن نصير إلى أن نجاح أي قانون يحتاج إلى ضوابط في التطبيق ورأت أنه لا بد من مراقبة تطبيق القانون على أرض الواقع على من يصرح له بالفتوى لكونه ملتزماً المنهج الوسطي للإسلام والبعد من الهواء وقالت للصحيفة نحتاج إلى صرامة في تطبيق القانون أتمنى أن تكون لدى دار الإفتاء اليقظة الكاملة حتى لا يذهب القانون سودان الغاردين حان الوقت لتقول بريطانيا للسعودية بعض الحقائق غير المستساغة هل نعرف أو نقيم بما فيه الكفاية ما الذي تجنيه بريطانيا من علاقتها مع السعودية؟ نعرف بشكل أو بآخر ما نحصل عليه في الصفقات العسكرية ولكن ما نحصل عليه في مجال التعاون الاستخباري أقل وضوحاً هذا هو واقع الحال بالنسبة للسعودية وعلاقاتها بالوهبية والإسلام السلفي الذي يعد عاملاً رئيسياً في صعود الإرهاب الإسلامي الذي من المفترض على التعاون الاستخباري السعودي أن يساعدنا في مواجهته لكن الأمر أشبه بمن يضرب أحدهم على ساقه ثم يقدم له الضماضة لا يمكننا أن نقول أننا ننقط استخدام الأسلحة ضد المدنيين في حلب ونرسل مثل هذه الأسلحة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن السعوديون في موقف صعب وحربهم على اليمن لا تجعل الأمور أكثر سهولة يجب أن يسمعوا بعض الرسائل القاسية وهذا هو دورنا فضيل الشيخ نبدأ من ما ذكرته صحيفة الحياة البرلمان المصري يناقش تجريم الإفتاء بلا ترخيص هذه طبعا خطوة من ضمن الخطوات التي عكف عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل تقويم بعض ما يصدر عن الأزهر الشريف ولكن بداية رأيك في هذا الموضوع هل القانون ممكن أن يحض من موضوع الإفتاء؟ هل يمكن أن يصحح الإعوجاج؟ موضوع الإفتاء هو موضوع يعني أحيانا يتداخل مع موضوع فهم المسائل الدينية يعني أحيانا الإنسان هو يتداخل أو في صلبة فهم المسائل الدينية يعني في أن يقال أن هذه فتوى أو هذا رأي هناك اختلاف فالمفتي يعني حينما يسأل عن المسألة يجب أن يعطي الجواب الذي يكون صادر عن فهم متخصص طبعا نحن في عندنا مناصب إفتاء يعني في معظم البلاد العربية والإسلامية إلا أن للأسف يعني معظم هذه المناصب لا تؤدي الدور الأساسي من وظيفة المفتي وهناك أيضا كما أقول يعني أنا أنا أناقش مسألة دينية فأقول أن فهمي لهذه المسألة هو كذا وكذا مسألة التشابه أو الامتزاج بين المسألتين أن البعض يستطيع أن يعود إلى الرأي دون أن يقول أن هذه فتوى بين الفتوى والرأي نعم دون أن يقول أن هذه فتوى وأحدهم يعني يستطيع أن يقول أنا أدليت برأي ولم أفتي أحدا فالمسألة يعني تحتاج إلى ضوابط دقيقة في الحقيقة هذه الضوابط غير متوفرة وأنا أعتقد أن مثل هذا القانون نتائجه يعني قد تكون على الصعيد الداخلي في داخل البلد يمكن ضبط المسائل أما اليوم كما نحن نعيش اليوم فإن بإمكانك أن تدخل إلى أي موقع أو تنشئ أي موقع على الانترنت وتضع عليه من الفتاوى كما تفعل الجهات التكفيرية أو الجهات الإرهابية الموجودة اليوم وتضع هذه الفتاوى وأنت في معمن لا يستطيع أن يلاحقك لا شرطة ولا بوليس ولا أي هيئة من الهيئات لكن أنا ما أقوله يعني يجب أن نؤسس لمسألة أن موضوع الفتوى يجب أن يخرج من إطار الأفراد يعني يجب أن تكون هناك هيئات متخصصة لإصدار الفتاوى ولا يعتبر الرأي فتوى إلا إذا كان صادرا عن هذه الهيئة وممهورا بختمها يعني كما يصدر الحكم عن القاضي أو عن المحكمة هذه نستطيع إذا تعاطينا مع المسألة على أنها عمل جماعي متخصص أن نؤسس لمرحلة تالية تؤدي هذه المرحلة إلى عدم الأخذ بفتاوى الأشخاص أو بأفهام الأشخاص المنفردين نعم ولكن كما قلت حضرتك ممكن أن تؤثر هذه محليا يعني إن كانت في مصر ولكن فكرة جميلة هذه التي تحدث عنها ومفيدة جدا أن يكون ليس مرتبطا بشخص بل بهيئة أو بمجموعة علماء دين يعني وأن تصدر الفتوى بشبه إجماع ربما أيضا كيفية التصويت عليها وكيفية الموافقة عليها يكون لها آلية معينة آلية معينة طبعا تضبط الموضوع ولكن حتى لو كان تأثيرا محلي أولا تأثيرا سيكون جيدا فيما لو طبق في أكثر من بلد أيضا صحيح وبالتالي يمكن قطع الطريق على ولكن هناك من يقول بأنه كما قلت حضرتك هي عابرة للقراءة هذه الفتوى ويبقى أيضا التطبيق فردي كيف يمكن السيطرة أو كيف يمكن إقناع الأفراد الذين يقتنعون بما تصدره المجموعات التكفرية والإرهابية من الفتوى هذه مسألة في الحقيقة كما نرى أو نعيشها اليوم مسألة خاضعة للأمزجة يعني ليس لها ضابط فهناك إنسان يعني مزاجه يذهب باتجاه التشدد أو يعني كما يقال مزاجه عكر فيذهب إلى الفتاوى المتشددة ويذهب إلى الأراء المزاجية يعني فتاوى المزاجية المسألة مزاجية خصوصا أن هؤلاء الناس الذين يطبقون هذه الفتاوى هم في الحقيقة لا يعرفون شيئا من الدين يعني لا يستطيع هؤلاء أن يضعوا ضوابط لما يمكن أن يأخذوه ولما يمكن أن يتركوه لذلك تراهم مثلا هذه الفتوى صادرة عن جهة معينة فيأخذون الفتاوى التي تصدرها هذه الجهة بالجملة دون بحث دون مناقشة ويقولون لك أنه نحن نعمل بموجب فتوى صادرة عن الجهة الفلانية لكن في الحقيقة المسألة المسألة معقدة ومعقدة جدا أيضا في موضوع اصدار الفتاوى يعني في الفكرة التي تفضلت حضرتك وتحدثت عنها يعني طب أنه ما الذي يمنع أيضا أن يكون هناك مثلا في بلد ما أن يكون مثلا كل هؤلاء الذين سيصدرون الفتوى أو الأغلبية منهم أن يسيطروا على الفتاوى وأن تكون أيضا الفتاوى غير نابعة من روح الدين يعني ومن روح الرسالة الدينية أيضا كيف يمكن أيضا السيطرة على هؤلاء الحقيقة يعني نحن نتعاطم مثلا بهيئة بهيئة موحدة من أكثر من دولة نحن نتعاطم مع المسائل في أغلب الأحيان كردات فعل وللأسف الشديد يعني إذا كان هناك من تخطيط أو أعداد فهو بطيء وبطيء جدا والمسائل اليوم يعني تعالج أيضا وفقا لمزاج من يكون في السلطة يعني إذا كانت السلطة مزاجها باتجاه معين توجه بهذا الاتجاه وإذا كان مزاجها معاكسا أو مصالحها أيضا نعم ومصالحها نعم المزاج أو المصالح أو المصالح صحيح فتراها تعرقل يعني نحن اليوم العالم الإسلامي يعيش مرحلة صراع الكل يريد أن يأخذ الغطاء الديني لمصالحه ولآرائه ولخطواته وللأسف يعني هناك الكثير من العلماء الذين أو ما يطلق عليهم العلماء الذين يستطيع يعني يبيعون الرأي كما يقال يعني يعني غب الطلب يعني نعم نعم فتاوى غب الطلب فتاوى وآراء غب الطلب وللأسف الشديد أي يعني إذا قلت له أنت تفعل كذا غب الطلب فيقول يتزرع يتزرع بأن الوضع العام والمسألة الأمن وغير ذلك من المسائل ليؤكد أنه هو ينسجم ضمن خط عام يكون في البلد وانسجامه مع هذا الخط هو الذي يضمن سلامة الأمن وسلامة الناس يعني مسألة أن تصبح هناك هيئات فتوى متخصصة يعني ليس فقط شخص يقول له مفتي وإنما هيئة إصدار الفتاوى هذه الهيئة يجب أن توضع بقوانين وهذه الهيئة تتولى مناقشة الأمور الطارئة أو الأمور الحاصلة وتستبق الآخرين بأن تعطي الرأي الشرعي الذي تراه مناسبا وعلى فكرة أنا أحب أن أشير إلى مسألة لا يمكن أن نقول أن أي مسألة من المسائل فيها رأي واحد كثير من المسائل يمكن أن يكون فيها أكثر من رأي لذلك حتى هذا العمل على مستوى الجماعة يجب أن يكون له ضوابط حتى لا نصادر حرية الناس يعني في كثير من المسائل الذين بأي معنى يعني أنه بين الضبط وبين مصادرة الرأي ولكن أنه قانون يعني كقانون يعني هي بحاجة إلى قانون يعني هناك مسائل لا يهم الناس بأي رأي أخذت مسائل يعني قد تكون مسائل شخصية قد تكون مسائل في الإطار الضيق قد تكون أيضا مسائل متعلقة بالظروف أما الخطورة في المسائل المتعلقة بالمجتمع كمجتمع وهذه هي التي بحاجة فعلا إلى ضبط يعني على كل حال يعني ممكن أن يكون هناك هيئة علماء في كل بلد ولكن أيضا يمكن أن يكون مرجعية أيضا هؤلاء وتطبيق والموافقة على هذه الفتاور وتكون مرتبطة به هيئة علماء كجامعة الدول العربية ولكن أن تكون أفضل منها وتكون متشكلة من كل الدول العربية والإسلامية على كل حال سنتابع ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة أعود أرحب بضيفنا في الستوديو رئيس اللقاء التضامني الوطني وعضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ مصطفى ملس أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ في ستوديو الميادين سنتابع النقاش ولكن بعد أن نستمع إلى الميادين نت إلى الميادين نت والتفاصيل الميادين نت علي السقة موت خلف عيون سماوية عزمنا على القتل يفضحنا صورة القتل تكون في المقلتين نحن المشبعين بكل أسباب التوحش في اللحظة التي نواجه فيها خصمنا يعرف أننا نهم بقتله ولهذا فإن فاطمة وأختها وغيرهما البديل الجهنمي لصانع الموت في عيون الأطفال يتخفى القتل مموها وما أن يكشف عن نفسه حتى مصاب بالدهشة هل للعيون والقلوب السماوية أن تحمل الموت؟ يظهر أنها أصبحت كذلك فاطمة ستصير واحدة من سلسلة طويلة ستجعلنا أخيرا نكف عن الدهشة مأساتنا هنا تحديدا في انعدام الدهشة واستئناس الفضاعة بوصفها أمرا عاديا ففاطمة ستكون مثل من سبقها وسيليها ضحية من يرسم للأطفال شكل الجنة ويجعل مخيلاتهم محل رغبة مكثفة بما هو خارج حدود الموجود والممكن احتكار الخيال وقولبة الرغبة أخطر من كل الأوبئة التي اشتاحت العالم هذا ما نحياه ونعاينه ليست خسرتنا في ذلك الوحش الذي جهز فاطمة لتقتل نفسها والذي يمكن نعته بما شئتم وليست كذلك في أم فاطمة وإسلام التي يتبين واضحا أنها كانت تلقي ما حفظته خسرتنا في سيادة سطوة من يقررون عن غيرهم بدافعا من سلطة أي أن كان شكلها ودرجتها شكل حياتهم وموتهم ورغبتهم وأحلامهم كأن الآخرين مطايا لرغبات لا شهية فيها إلا لأصحابها وهم بأي حال قلة فضلت الشيخ يعني بالعودة إلى موضوع الفتاتين وهذا الفيديو يعني كما قلنا في البداية كان يحرد أنه هذه على موضوع قتل الروافض يعني طبعا هذا أيضا في موضوع إصدار الفتاوى وقد تكون يعني هذا الموضوع تحديدا هو أساس في إصدار تلك الفتاوى التكفيرية وفي أيضا القتل كيف أيضا كيف هل هناك من تصور يمكن أن يكون للحد من هذه الفتاوى أنه لا يمكن إصدار الفتاوى في مؤمنين لا يمكن التكفير المؤمن أو المسلم الآخر يعني أنا كما قلت أن هذه المسألة ضبطها صعب وإن كان يجب عدم تركها إلا أن مسألة ضبطها كما قلنا مسألة صعبة جدا فيعني الجهات التي تعمل بموجب هذه الفتاوى ليس لها مرجعية واحدة فتجدين أنه لكل مجموعة لكل جماعة مفتيها ومرجعها الذي يوجهها هذه مهما حاولت أن تضبط المسألة عندها فذلك خارج عن الإمكانيات وهذا ينطبق على معظم الجهات التي نسميها اليوم جهات تكفيرية أو إرهابية هذه كلها لا تأخذ فتاويها من جهات رسمية وإنما من جهات خاصة بها لذلك مسألة ضبط موضوع الفتاوى مسألة معقدة ومعقدة جدا نحن نقول أنه يجب أن نعمل على أن تكون هيئات التي تصدر الفتاوى هيئات جماعية وتصدرها بعد بحث وتمحيص ودراسة كاملة بحيث تطمئن الناس إلى مجهود هذه الجهة التي تصدر الفتاوى وتكون هذه الفتاوى رسمية حتى نحن لا نستطيع أن نغفل أيضا مسألة تأثير السلطة على المفتين سواء كانوا جماعة أو كانوا أفرادا هذا محزور أيضا مسألة تأثير السلطة على الفقيه لا طبعا هذا سنتحدث بشكله لا طبعا هذا أساسي ومهم جدا هذا أساسي ومهم جدا وقبل أن ندخل في هذا الموضوع وما قاله مستشار الأمن القومي لترامب في هذا الموضوع عن الدين الإسلامي أيضا موضوع فقط لنعود إلى موضوع القانون أيضا هناك من يعتبر بأنه هذه الفتاوى أو بالأحرى هذا القانون لن يؤثر بشيء ولا بد من التوعية برأيك إلى أي حد أيضا فضيلة الشيخ ممكن للتوعية أن تشكل حاجزا ورادعا من الإنجرار وراء هذه الفتاوى يعني التوعية بالنهاية هي الحل الأساسي وبدون توعية لا نستطيع أن نغير من الواقع شيء العمل على التوعية يجب أن يكون دائما ومستمرا سواء أعطى نتيجة سريعة أو لم يعطي نتيجة سريعة يجب أن يستمر لأنه لا حل ليس هناك من حل سوى نشر الوعي والفهم والثقافة الإيمانية الصحيحة ولكن في كل الحالات المشابهة للنقاشات المشابهة لنقاشنا اليوم هناك دائما قذف المسؤولية على عاطق إما التربية أو التعليم أو التدريس أو الفلتان الأمنية الفلتان الاجتماعي ولكن ألا يتحمل رجال الدين وأيضا بعض جزء من الدين هذه المسؤولية حتى الآن مثلا لماذا لم يتم تكفير هذه الجماعات من جهة رسمية إسلامية رسمية كالأزهر مثلا ما هو التكفير في أساسه خطأ يعني أن تحكم بكفر إنسان هذه مسألة خطأ نحن نخطئ الذين يكفرون الآخرين لاختلافهم معهم في الإراء وهل مع داعش فقط مجرد اختلاف أو مع جبهة النصرة أو مع كل هؤلاء مجرد اختلاف في الرأي هناك دمار يعني طبعا هناك اختلاف في الرأي أوجد دمارا يعني أدى إلى حروب وأدى إلى قتل وأدى إلى أن تذهب بلدان بكاملها هذا الخلاف في الرأي أدى إلى ما أدى إليه لكن يعني مسألة التكفير يعني هل إسلامهم صحيح؟ لا فهمهم أنا أقول أن فهمهم للإسلام فهم سيء يعني الإسلام هناك نص قرآني هناك نص نبوي هذا النص قابل لتعدد الأفهام وهذا يعني الأمر مسلم به أن النص القرآني قابل لتعدد الأفهام هم أخذوا هذه النصوص أو بعض النصوص مجرد دون النظر إلى روح القرآن الكريم وإلى ما يسمى إلى مقاصد الشريعة التي رمت إليها من وراء هذا النصوص فنتج عنه ماذا؟ الفهم الخاطئ يعني أنا بصراحة أقول أن هذا الفهم الخاطئ يعني أبداً الفهم الخاطئ أليس تبسيطاً أيضاً للمسألة فضيلة الشيخ بمعنى أنه الفهم الخاطئ يعني لنفترض أنا تلميزاً في المدرسة فهم خطأ إما أن يرسب أو أن ينجح يعني لا يمكن أن ينجح وهو لأنه مجرد فهم خاطئ يعني نوايا طيبة بالحساب عن نوايا طيبة يعني هناك إبادات تحصل بسبب هذا الفهم وبالتالي لابد من علاج جذري له يعني نحن ليس من حقنا أن نحاكم نوايا أحد وإنما نحن نحاكم أفعاله التصرفات والسلوك هو الذي نحاكمه نعم هناك من يعتبر أيضاً يعفن هناك من يحمل أيضاً موضوع الدين هذا أنه هذا الدين أنه ممكن إذا أردت أن تقتل فهناك ممكن أن تستخدم آية قرآنية تستشهد بها وبالتالي يحق لك أن تقتل من يريد أن يعني أيضاً هناك حمال أوجه يعني هو مقتل الفهم الديني من وجهة تنظري أنا سببه أن المسلمين ذهبوا باتجاه القول بأن الدولة في الإسلام هي مطلب ديني وهي في الحقيقة ليست مطلباً دينياً الدولة في الإسلام ليست مطلب ديني الدولة هي مطلب اجتماعي وكل مجتمع يحتاج إلى تنظيم أمورها عبر ما يسمى بإدارة أو بدولة أو لا نختلف على الإسم جعل الدولة مطلب ديني أدخل الإسلام في السياسة وإدخال الإسلام في السياسة جعل الإسلام جزءاً منه أو طريقاً يعني للصراع على السلطة سبيلاً للصراع على السلطة طبعاً هذا يعني في مسألة تاريخية أن المسلمين حينما كانت لهم دولة قوية يعني كانت دولهم قوية سابقاً كان هناك دولة بني أمية بني العباس دولة بني عثمان لم يكن يطلق على هذه الدول اسم الدولة الإسلامية أو الدول الإسلامية كانت الدولة تسمى باسم العائلة الحاكمة حينما خسروا لكنها كانت الخلافة الإسلامية هم أسموها خلافة هم أسموها خلافة ولكن يعني معنى أن نقول أن هناك خلافة ليس حتماً أن تكون دينية هي سلطة بالنهاية الخلافة هي سلطة يعني في تلك المرحلة أسم السلطة خلافة كما قلت حينما خسر المسلمون السلطة بانهيار الدولة العثمانية أرادوا أن يسترجعوا هذه السلطة يعني انتبهتهم حالة من الرعب حالة من الخوف أن لم تعد السلطة بأيديهم فأرادوا أن يوظفوا الدين لاستعادة السلطة فنشأ منذ تلك الفترة ما يسمى بالإسلام السياسي هذا الإسلام السياسي الذي عمل على لي أعناق النصوص ليأخذوا كل كلمة من القرآن الكريم يمكن أن يلوى عنقها لكي تخدم مشروع الإسلام السياسي السياسي مشروع استعادة السلطة هنا أصبح كل شيء يعني أصبح الإسلام موظفا عند الجهات التي تريد استلام السلطة نعم أيضا في هذا الموضوع يقول مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب الأمريكي ترامب يقول أن الإسلام ليس دينا هو عقيدة سياسية لا بالعكس الإسلام هو في الأساس دين ولكن جرى إدخال السياسة في صلب هذا الدين أو في صلب هذه الشريعة يعني نحن إذا نظرنا في نص القرآن الكريم هل نجد إشارة واحدة إلى مسألة الدولة؟ لا نجد إشارة إلى مسألة الدولة لا نجد إشارة إلى مسألة الحكم بمعنى الحكم السياسي قد نجد لكن هناك أحكاما في القرآن للحياة هناك أحكام هذه الأحكام يعني يطبقها المجتمع تطبقها الدولة كائنة من كانت يعني إذا كانت هذه الأحكام تحتاج إلى تطبيق من قبل السلطة وعلى فكرة أن ليس هناك أحكام إلا الحدود يعني هم حينما يتحدثون عن الدولة يتحدثون عن دورها في إقامة الحدود وهذا أنا برأيي في حدود في الزواج في الميراث لا 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 أبدا 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 هذه قد تكون مؤسسات اجتماعية كلها لا تكون لا علاقة للسلطة السياسية بها والاجتناد إليها يعني من الذي ربط مسألة الزواج بالسلطة السياسية لا علاقة للها لا نتحدث عن ما هو موجود من أحكام في القرآن طبعا هذا حكم يتعلق بأناك شخص ولا يتعلق بالشأن العام نعم عرفتي كيف فالمسألة كما قلت هم يقولون أن نحن نسعى لإقامة الدولة من أجل إقامة الحدود وهذا من وجهة نظري فهم خاطئ صحيح أن الحدود وهي العقوبات الموضوعة في الإسلام لردع بعض الجرائم ولكن أنا ما أفهمه من خلال فتسفة الحدود في الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحس الناس على الابتعاد عن الوصول إلى إقامة الحدود كان يقول إدرأ الحدود بالشبهات أي حد ممكن أن تجد شبهة للتخلص من إقامته يجب عليك أن تتخلص من إقامته وفي السيرة نمازج كثيرة تدل على هذا الاتجاه نعم إذا أخذنا أوروبا مثلا أوروبا التي كانت تحكمها الكنيسة وكان هناك ما يشبه هناك محاكم التفتيش هناك سقوك الغفران الذي كانت تبع أراضي في الجنة إلى ما هنالك يعني من ارتكابات بحق الدين المسيحي تم حل هذا الموضوع بفصل الدين عن الدولة وبفصل السلطة عن الدين فمن يريد وهناك من يعتبر يذهب إلى أبعد من ذلك ويقول إذا أردت حماية الدين عليك فصله عن السلطة برأيك هل هذا ممكن هل ممكن أن يطبق هذا في العالم الإسلامي والعربي بشأن الدين الإسلامي من دون دعوة أن العلمانية هي كفر كما يروش طبعا نعم الدين جاء لينظم حياة الإنسان ووضع القواعد والضوابط التي تكفل للإنسان رفاهيته واستقراره الاجتماعي موضوع فصل الدين عن الدولة موضوع حماية الدين من هذه المرتكبات نعم الدولة ما هو دورها الدولة دورها إدارة شؤون المجتمع وكما قلت الدولة هي حاجة اجتماعية هي مطلب اجتماعي يعني إذا كان المجتمع ملحدا أو كان مؤمنا أو كان بأي صفة كان يحتاج إلى دولة لتدير شؤونه طبعا الدولة تدير المجتمع وفق ثقافته وفق مبادئه وفق قيمه يعني إذا أنا في مجتمع مسلم فمن الطبيعي أن الدولة يجب أن تراعي القيم والمبادئ والأحكام التي يأمر بها الإسلام ويوجه إليها الإسلام الدولة المجتمع إذا كان غير مسلم لا معنى نهائيا لأن تطبق عليه الدولة قيم الإسلام لأنه لا يؤمن بهذه القيم فالدولة إذن تؤمن الدولة تطبق القيم التي يؤمن بها المجتمع أي مجتمع فهنا يعني هل نقول أننا نفصل نفصل بين الدين والدولة نحن نقول الدين هو للمجتمع والدولة مطلب اجتماعي فالدولة تراعي مطالب المجتمع قيم المجتمع إيمان هذا المجتمع في أحكامها في تنفيذ السلطة فيها نعم يعني طيب هذا بالنسبة لأن يكون المجتمع ربما من ديانة واحدة أو صباحة ولكن إذا كان هناك أكثر من ديانة ليس مذهب فقط يعني ليس فقط أكثر من مذهب أكثر من ديانة طيب أيضا كيف يمكن أن تراعي الدولة أيضا هذا الموضوع يجب أن تراعي شؤون الجميع يجب أن تحترم قيم جميع المواطنين فيها ولا يجوز لأي لأي فئة أن تطغى على فئة أخرى يعني هناك مسألة لا نميز بها في الإسلام الأعمال في الإسلام إذا كنا نبحث عن السواب الأخروية عن الجزاء الأخروية فلا معنى لأي عمل يقوم دون أن يكون مستندا إلى الإيمان يعني الآن لو جئت بشخص لا يؤمن بالإسلام وقلت له صلي وصلى مليار رقعة وأدى كل الصلوات هل هذه الصلوات صحيحة؟ هل له أجر بها؟ لا ليس له لأن النية غير موجودة؟ لأن الأعمال التي تستند التي يريد أن يؤجر عليها في الآخرة لأن الإمام مردوده بالإضافة إلى الدنيا مردوده في الآخرة فإذا أدى أي عمل إيماني وهو لا يؤمن فلا معنى له لذلك لا يمكن أن نفرض على أي مجتمع أي سلوك أخلاقي أو ديني أو إيماني لا يؤمن به الإسلام لا يرضى بذلك الإسلام يقول لا إكراها في الدين لا إكراها في الدين هناك حلول أيضا لهذا الموضوع هناك من يريد أن يمارس ديانته يعني أن يكون ممارسا ومطبقا وملتزما بديانته يستطيع ولكن أيضا الدولة تقوم وأيضا الدين في المقابل موجود يعني لا واحدة لا تنفيئة الأخرى طيب بالتأكيد هذا ما يعني أنا أتكلم عن أن الدولة لها وظيفة والدين له وظيفة الخطورة أين حينما جعلوا الدولة مسؤولة عن حماية كما يستخدمون العبارة الشرعية حماية بيضة الإسلام أي حماية قوة الإسلام ودولة الإسلام هذا أنا في رأيي ليس ليس مهمة الدولة يعني الدولة ليست داعية الدولة ليست داعية الدولة ليست داعية نعم نعم صحيح هذا يلخص نعم هذا يلخص طب في الختام يعني نريد أن أختم بسؤال بالعودة إلى هذا الموضوع يعني موضوع الفيديو طبعا تحدثنا عنه من وجهة النظر الدينية والإنسانية والاجتماعية ولكن بالسياسيا برأيك إلى ماذا يهدف سياسيا هذا الفيديو أو مضمون بهذا الشريط المسجل يعني هو معظم النشاط الإعلامي لهذه الجماعات يهدف أكثر ما يهدف إلى إدخال الرعب على قلوب الناس يعني يمكن أن تتصور حالة الناس أن كل إنسان يتصور أن كل طفل يتقدم إليه أو يسير في الشارع أو ينتج إلى مكان معين أن هذا الطفل يمكن أن يكون مفخخا مفخخا فتخيل حالة الرعب التي يعيشها الناس من هذه الصورة وبالتالي هذا استدراج أيضا ممكن للطرف المقابل بأن أيضا يستدراج إلى هذا الخوف من الأطفال ما بعرف يعني هل هناك إمكانية عند الطرف المقابل مثل هذا الأمر لا أعتقد لكن هم يريدون أن يدخلوا في روع الناس أن هذا السلوك ممكن أن يكون في غير مكان وأن يعتمد كما يقولون هو كوسيلة جهادية بالنسبة إليهم هذه أنا أعتقد أن المسألة هو مسألة إدخال الرعب في قلوب الناس بحيث أن حجم الجهات التي تأتي منها المخاطر تصبح أكثر فأكثر موضوع أيضا موضوع سياسيا سياسيا هل يمكن أيضا بخلفية سياسية أو هل يمكن السيطرة على الفتاوة أم أنها ستبقى كذلك طالما هناك استفادة سياسية منها حاليا تحدث من بعض الدول العربية أنا لا أعتقد أن هناك إمكانية للسيطرة على الفتاوة ليس هناك إمكانية للسيطرة خصوصا كما نقول اليوم أن أي إنسان بإمكانه أن ينشئ موقع على الانترنت ومن خلاله يطل على الناس بما يشاء من فتاوة دون أن يكون عليه رقيب ويستطيع أن يدعي لنفسه من العلم يعني ما يغش به الآخرين يعني كما نعرف اليوم مثلا ألقاب الدكتورة أصبحت كما يقولون على قفا من يشيل يعني ما بتعرفين بين ليلة وضحاها كيف أصبح مجازا يصبح دكتورة فإنه يستطيعون أن يدعون العلم وما في جهة رقابية وفي جهة رقابية وهناك أيضا قلة ثقافة وقلة اكتراث وقلة اهتمام عند الناس المتلقية بعدين هناك نقطة الناس إذا كانت هذه الفتاوى مع أهوائها السياسية تراهم ينجرفون معها انجرافا تاما ولا يمكن أن يعدلوا ولا يناقشوا المسألة على كل حال للأسف انتهى الوقت فضيلة الشيخ مصطفى ملس كنت معنا الرئيس اللقاء الضامن الوطني وعضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان شكرا جزيلا على هذه المشاركة وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة